طيب ايه اللي يخلي واحدة او واحد يشك ان عنده المرارة هل اي مغس يجيني اقول عني مرارة هل اي تعب بعد اكل دهون يتقال عني مرارة لا طبعا هي بس احنا عشان نبدأ في الاول هنتكلم عن الحصوات بتاعة المرارة ايه ايه هي في عندنا الحصوات المرارة مش هتصدق لو حالك ان نقوله حالك ان معظم حصوات المرارة ساكنة ساكنة وبنكتشفها بالصدفة لما هيجي مثلا الواحد بقدم على الكولية حربية او بيعمل روتين كشف روتيني عشاعة الوزنية على البطل او بيعمل لاي سبب تاعة اشاكتشف بالصدفة نقصش في ان عنده حصوة في المرارة وساكنة ومش عامل اي مشاكل ولا اي حالة من عندي صورة برضو حالك بتتكلم هنبين اصوات المرارة ديت وشكلها ايه وتفضل طبعا الساكنة ده معظم الحالات الحالات بقى اللي بتشتكي بتبقى تنقسم ليه نوعين او ثلاثة اول نوع اللي هي الحصوات التهاب المراري حاد نتيجة الحصوات دي التهاب المراري الحاد ده بيبقى بالزبط عامل زي الزائدة الدودية التهاب جامد جدا في المرارة بيصحبه مع بقيء وسخونية بتفع درجة الحرارة تقدرش تلمس ناحية بطنه دي هيت فكل ده بيخش في الاتهاب الحاد للمرارة الى جانب في حاجة تانية التهاب المزمن بدأ بيجيله مغس اللي بنسميت اللي هو مع معظم الحالات المغس المراري اللي بيجي ويروح بيجي ويروح ده التهاب مزمن بيجدر المرارة بخلاص من قط التهابات بقت سامينة شوية وفي حصوات فبيحصل لها الواجعة ده هوت مع أكل الدهون بالزيت اول ما تاكل دهون فمع انقباض المرارة يحصل تهاب المزمن ده او لقدر الله الحصوات ممكن تعمل الكمبليكيت اللي هي المضاعفات قدرات تسد القناة المرارية تعملها سفراء انسدادية تشوف بصورة صورة تانية يا شباب علشان انا عايز اوري الحصوة لما نزلت في القناة ايوه اكتر من مكان عندنا هي الحصوات موجودة في تجوي في المرارة اول حاجة ممكن تسدها اللي هي الرقبة بتاعت المرارة تعمل حاجة اسمها ميوكوسيل ولو ميوكوسيل ده يعني زي الكيس المرارة بيتملي بمية او بالعصارة الصفروية او بايو سيل لو التهب بيحصل كأنها خراب في المرارة مالة صديد مالة صديد بتعمل صفراء انسدادية لان كل العصارة الصفروية ما بتنزلش الاسم عشر وبترد تاني على الكابت فترفع الصفرة بالنقى جسم الانسان صفر اه جسم الانسان كمان صفر واتشيك وتبقى حالة خطيرة او تنزل تحت شوية في القناة المشتركة معها مع القناة البنكرياس ودي خطر جدا انها ممكن تعمل التهاب في البنكرياس وده خطر جدا ده خطر جدا جدا